حذر المكتب الأعلامي الحكومي في غزة من وقوع كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح محافظة رفع جنوبي القطاع بعد تهديدات أطلقها الاحتلال الإسرائيلي ووضح المكتب الأعلامي الحكومي في بيان أن المحافظة تضم مليون واربع مائة ألف فلسطيني منهم مليون وثلاثمائة ألف نازحون من محافظات أخرى ما قد يخلف عشرة ألاف الشهداء والجرحى إذا ما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها بالاجتياح وطالب المكتب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورا واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف تهديداته المستمرة لرفح وغيرها من المحافظات